ما حكم الشرع في قصر شعر المرأة علما بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير قصر المرأة في شعر رأسها إن كان على وجه يشبه أن يكون كرأس الرجال فإن هذا حرام ولا يجوث فل هو من كباعد الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن المشهور من مثل حنابل رحمهم الله أن ذلك مكروه وذهب على أهل العلم إلى جواز ذلك محتجا بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كان كنا يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة ولكن أجيب عن ذلك لأنهن يفعل هذا من أجل أن يعلم عزوفهن عن الأزواج لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحد أن يتذوجهم كما قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تؤذي رسول الله ولا أن تنكعون أزواجه من بعده أبدا أن ذلك كان عند الله عظيم وقول السائل إنها لا تشبه لأنهن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القف لأن المشابهة صورة صورة شيء على شيء فلا يشترط فيها القف فإذا وقعت المشابهة على وجه محرم فإنها ممنوعة سواء انقصد ذلك الفائل أم لم يقصد وكثير من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمة إلا بالنية والقصد وهذا خطأ بل مثل حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواء انقصد بذلك سواء انقصد الفائل سواء انقصد الفائل هذه المشابهة أم لم يقصد برا تلافO وإشتراكم